مكملين معكم مشاهدينا في سلسلة أخلاء النبي وخلق مهم جدا ومحتاجينه بيننا وبين بعض هو خلق الرحمة والشفقة فالرحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء مرحب بضيفنا الشيء كارم ممدوح من علماء الأصدر الشريف وفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فيكم الخير أهلا وسعى أهلا وسعى دعاء ربنا يرضى عليك ويبارك فيك يا رب العالمين آمين يا رب وربنا يرحمنا جميعا يا رب اللهم آمين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علمه اللهم آمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبرز أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والشفقة وبه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مدى وربنا سبحانه وتعالى قال عن هذا الخلق في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء صلى الله عليه وسلم فبرحمته مع أهله صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها وهي تجسد هذا الخلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما في كلامه رحيما في مواقفه رحيما حتى في معاملاته صلى الله عليه وسلم وما أحفاده صلى الله عليه وسلم كان رحيما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على المنبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا من أحفاده يمشي بين الناس من المصلين فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلى هذا الطفل واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذه النبي معه على المنبر ووضعه النبي حتى قال راو الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا مرة وينظر إلى هذا الطفل مرة ثانية رحمة بهذا الطفل صلى الله عليه وسلم رحمته بالأعداء صلى الله عليه وسلم ففي فتح مكة العام السام من الهجرة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة واجتمع حوله جميع الكفار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى مع الأعداء رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوانات فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة صدقة يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أمأمة الجمل وهو يشكو صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي من صاحب هذا الجمل قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله قال لا تحمله ما لا يطيق ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فما أحران جميعا أن نتحلى وأن نتجمل وأن نتراحم فيما بيننا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن